الذنب خطير الذنب داخل في حياتنا الآن التلفزيونات في كل بيوتنا القنوات الفضائية في كل بيوتنا واحد يجب أن يواضح ما يسمعه ما ينظر إليه هذا يلوث القلب يلوث الباطن يسلب النورانية من الإنسان يسلب التوفيق من الإنسان أنا رأيت شخصا كانت له علوم غير مألوفة علوم غير متداولة عدة علوم فسألته من أين حصلت على هذه العلوم قال لموقف واحد في شبابي نحن نتعرض لن نفكر فقط الآخرين نتعرض نتعرض فجأة لموقف الحاج آه حسين القمي المرجع الشهير رحمة الله تعالى عليه قالوا لي إذا خلوك في بيت مغلق مع امرأة لا تحل لك وأغلق عليك الباب شنو يكون موقفك وماكو هناك أي رقيب وماكو أي طريق لحلية هذه المرأة قال أعوذ بالله من ذلك ما إلي ملجأ إلا الله يجب أن ألجأ إلى الله في هذه الحالة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي يعني فد مرة واحد يتعرض لموقف هذا يجب يكون عنده إعداد مسبق املق النفس امحضر نفس مثل إذا إنتوا مرة واحدة هجم عدو عليكم إذا إنتوا ما محضرين نفسكم ما متهيئين تهربون لازم واحد يحضر يشجع نفسه يلق النفسه يقوي نفسه يحضر مستلزمات القتال يتمكن يصمو أما واحد ما متحضر ما مفكر فجأة هجم عليه العدو ما يتمكن يقوي